وهنروح لآخر خبر معانا الدكتورة جيانا فاروق وكابتن جيانا فاروق بطلاتنا الكبيرة اللي كلنا بننتظرها دائما وأبدا إن هي إن شاء الله تكون في الأولمبيات الجاية وبتحقق الجيانا فاروق على أرض الواقع النهاردة تالت العالم النهاردة لو كان في تأهيل للأولمبيات هي متأهلة رسميا لكن هي عندها النهاردة بطولة الدوري الدرجة الأولى للكاراتي في العالم العالمي هتلاقي في شيري من يوم عشرين ليوم اتنين وعشرين جيانا ما شاء الله عليها في وزن واحد وستين كيلو جرام كان آخر لما كابت الخطيب كرم أو مجلس ديها كرم اللعبين دول لعبين الألعاب الجامعية أو الألعاب الأخرى في نهايدي الأهلي ما كانتش موجودة لأنها بتستعد البطولة المهمة البطولة الأقوى بالنسبة لها وكان السيد الوالد هو اللي تسلم الجايزة وكانت حاجة رائعة جدا ولفتة طيبة جميلة إن كله بيجي يستلم هذه الجايزة القيمة من النادي الأهلي